الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الشروع في الدرس كما تعودنا نذكر أهداف درسنا لهذا اليوم فماذا سنتعلم وماذا سنأخذ؟ يتوقع منك اخت الطالب واخت الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تتعرف على صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تذكر مثالا على لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فالآن إلى درسنا فود منك أن تحضر الكتاب والقلم لكي تدوم ما تريد تدوينه في أثناء الدرس افتح الكتاب على موضوع هذا اليوم وهو صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم والآن ننظر إلى هذا المقطع ونريد أن نعلق عليه بعد النظر إليه بسم الله الرحمن الرحيم التقييم الأول في مادة الرياضيات لا تروع صديقك يا فهد فقد نهن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذ قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جدا فإذا أخذ أحدكم عصى صاحبه فليردها إليه بعد أن نظرنا إلى هذا المقطع فنلاحظ أن ألاقة هذا الحديث بعنوان درسنا وهو صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان عندما يمازح أخيه المسلم لا يمزح إلا بكل صدق وكذلك بدون أذى بدون أذى ومن ضمن الأذى أن الإنسان يأخذ متاع أخيه إما بدون إذنه أن يأخذ متاع أخيه بدون إذنه فإذا أخذ أحدكم عصى صاحبه فليردها إليه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمزح إلا إلا ولا يقول إلا إلا حقا فهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمازح أصحابه فعندما نمازح غيرنا لا بد أن يكون هذا بدون أذى على إخواننا وكذلك أيضا إن كان في قول فإننا لا نقول إلا حقا ننظر إلى المقطع مرة أخرى ونعلق عليه بسم الله الرحمن الرحيم التقييم الأول في مادة الرياضيات لا تروع صديقك يا فهد فقد نهن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذ قال لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا عبا ولا جدا فإذا أخذ أحدكم عصى صاحبه فليردها إليه بعد أن نظرنا إلى المقطع مرة أخرى نريد أن نعلق على أن الإنسان عندما يمازح يكون مزعه بدون ترويع لأخيه المسلم فلربما البعض يحصل منه عندما يمازح إخوانه يحصل منه الأذى ومن الأذى أنه يمازح بالأشياء الحادة ربما بتوجيه على صاحبه بأشياء من الأذى فهذا مما نهى الشارع عنه مما نهى الشارع عنه وهذا من ترويع المسلم وهو من أذية أهل الإيمان قال الله سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أيضا من الأمور التي تحصل عند المزاح ربما يكون الإنسان عندما يمازح أخاه المسلم كان قصده حسنا إلا أنه في آخر المطاف كان هذا المزاح ربما أوصلهم إلى الشقاق وإلى التنافر فيما بينهم ومن ذلك مما حصل في هذا المقطع بأن يأخذ الإنسان خلصة أغراض صاحبه بدون علمه وهذا من الأذى ولا شك فالإنسان عندما يمازح لا يمازح إلا بشيء فيه حق وكذلك أيضا لا يمازح إلا بما يقبل به صاحبه نتعرف على صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم نتعرف على صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم كان من ألطف الناس معهم ومن حسن تعامله صلى الله عليه وسلم ما كان يتلطف به من مزاح مع الصحابة رضي الله عنه ولم يمنعه مقام النبوة ووقار الرسالة من تلبية هذه الحاجة في نفوس أصحابه ومن ذلك من أقرب الناس إليه كان يمازح أمنا عائشة رضي الله عنها وسبقها في أحد غزواته في أحد غزواته وهذا من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم ومن لطفه بهم أنه كان يمازح أهل بيته وكذلك كان يمازح الأطفال ومن ذلك مزاحه صلى الله عليه وسلم مع ذاك الطفل الذي كان عنده طائر قال يا أبا عمير ما فعل أنه غير فهذا أيضا كان طائر عنده صغير فكان يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على لطفه صلى الله عليه وسلم مع الصحابة عموما وهذا الأمر يحملنا إلى ماذا يحملنا إلى جانب من التأسي به صلى الله عليه وسلم لأن الله قال في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فينبغي لنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في حسن تعامله وأيضا عندما نلاحظ عند مزحه صلى الله عليه وسلم لا يمزح إلا بحق لا يمزح إلا بحق ولا يقول إلا حق والبعض ربما تدعوه نفسه إلى أنه يريد أن يضحك أخاه لكنه في قوله من الكذب فالإنسان ينبغي له أن يحجم عن ذلك لأن المؤمن ليس بالكذاب المؤمن ليس بالكذاب فينبغي له أن يحرص على قول الحق سواء في مزحه أو في جده فنلاحظ أن من حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم لطفه ومزاحه مع الصحابة رضي الله عنهم مع وجود مقامه ولا يمنعه مقام النبوة ومقام الرسالة إلا أنه يمازح أصحابه صلى الله عليه وسلم وأيضا يلبي حاجتهم في نفوسهم فيلبي حاجة الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر نتأمل إلى بعض من أخباره صلى الله عليه وسلم ومزاحه من مزاحه صلى الله عليه وسلم للصحابة أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله عدع الله أن يدخلني الجنة عدع الله أن يدخلني الجنة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه هذا الأمر وهذا الأمر فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز إن الجنة لا تدخلها عجوز قال فولت تبكي تريد أنها تدخل الجنة فقال النبي السلام أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا إن شاءناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أنها لا تدخل الجنة وهي على حالها وهي في هذا العمر وهي كبيرة في السن وأخبر بقول الله سبحانه إنا إن شاءناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا هذا الخبر نلاحظ من فوائده أن النبي السلام لا يمازح إلا بكل حق لا يمازح ولا يقول إلا حق صلى الله عليه وسلم فإنه أخبر بأن الجنة لا تدخلها عجوز وظنت هذه المرأة أنها لن تدخل الجنة إلا أن النبي السلام قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا إن شاءناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا أتراب هذا هو الخبر الأول في مزاحه صلى الله عليه وسلم مع المرأة كبيرة السن أيضا من أخباره صلى الله عليه وسلم أتاه أحد أصحابه يطلب مركبا يطلب مركبا فقال له إنا حاملوك على ولد الناقة فقال وما أصنع بولد الناقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهذا المزاح يزيد في ماذا؟ يزيد في الألفة والتآلف فيما بين أهل الإيمان لكن لا بد أن يكون بقول الحق لأنه إذا عدم قول الحق وكان فيه الكذب على العكس من ذلك سيكون هناك التنافر وكذلك الخصام فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الرجل أو هذا الصحابي قال إن حاملوك على ولد الناقة فقال وما أصنع بولد الناقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترد الإبل إلا النوق فهذا الخبر يعلمنا ونتعرف على مزاحه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم وأيضا من مزاحه صلى الله عليه وسلم ومن هذه الأخبار ممازحته للصغار ممازحته صلى الله عليه وسلم للصغار رأى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا حزينا بسبب موت عصفور فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا يا أبا عمير ما فعل النغير وأنه غير ماذا عصفور وأنه غير العصفور فلاحظ معي مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي الجليل الصغير ولطفه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال ولطفه مع الأطفال وهذا مما تدعو النفس إليه بأن نتأسى به صلى الله عليه وسلم إلى أننا عندما نجلس مع هؤلاء الأطفال الصغار نمازحهم ونتلطف معهم وإن رأينا بهم حزنا حاولنا أن ندخل أسرور عليهم كما هو الشأن مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما مازح هذا الطفل الحزين فقال له يا أبا عمير ما فعل أنه غير فكان يريد أن يمازحه لكي يتسلى ولكي ينبسط وأيضا يذهب عنه هذا الحزن يذهب عنه هذا الحزن فإذا هذا من أخباره صلى الله عليه وسلم في ملاطفته وممازحاته للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نعيد الخبر مرة أخرى رأى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا حزينا بسبب موت عصفوره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا يا أبا عمير ما فعل أنه غير وأنه غير العصفور أيضا لاحظ معي أن النبي صلى الله عليه وسلم من تقديره للأطفال أنه كان يكنيهم أنه كان يكنيهم فقال يا أبا عمير يا أبا عمير ما فعل أنه غير وأيضا أن هذا الطفل الصغير كان يسمي هذا العصفور كان يسمي هذا العصفور فهذه الأخبار نستنتج منها عددا من الفوائد ومن ذلك أن الإنسان يؤانس هؤلاء الأطفال الصغار وليس هذا محصورا على الصغار حتى إن رأيت شخصا حزينا تحاول أن تدخل السرور عليه فهذه من الحسنات الجاريات فالإنسان يحاول أن يبسط إخوانه ويلاطفهم ويحسن إليهم ومن ذلك ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يمازحهم أنه كان يمازحهم وهذا الخبر من أخباره صلى الله عليه وسلم فإنه كان يمازح الصغار وإذا رأى منهم حزنا حاول أن يدخل السرور عليهم فهذا الطفل الصغير كان حزينا بيسوي بموت عصفوره فقال أنه بالسلم ملاطفا يا أبا عمير ما فعل النغير والنغير هو العصفور هنا في من الفوائد التي نجنيها من هذه الأخبار وهو من الأشياء التي تدعونا إلى أن نعمل بهذا العلم الذي تعلمنا أمازح الناس وألاطفهم لأكسب محبتهم لأكسب محبتهم هذه هي الثمرة إذا مازحت أحدا فأنا أمازحه بالحق ولا أكذب الحق ولا أكذب فهذا من الأثر الذي نتعلمه من هذه الأخبار التي مرت معنا في صفة مزاح النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا نمازح إلا بحق وأن لا نقول إلا حق وكذلك نمازح الناس ونلاطفهم لأجل كسب المحبة والألفة فيما بينهم هنا في أسئلة التقويم السؤال الأول أذكر مثالا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أعيد السؤال مرة أخرى أذكر مثالا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ثانيا ما فائدة ممازحة الصغار ما هي الفائدة التي نجنيها عندما نمازح هؤلاء الصغار هناك عدة فوائد نجنيها عند ممازحتنا لهؤلاء الأطفال الصغار ومن ذلك الخبر السابق أنه كان هذا الطفل حزينا فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يدخل السرور عليه في خبره السابق فإذن أريد منك أن تجيب على هذه الأسئلة وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويلهمنا رشدنا ونيوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين